لو عايز تصمم امساكية شهر الرمضان المبارك بالشكل اللي انت شايفه قدامك وكمان تقدر ان انت تحولها الى ملف بي دي اف وكمان تقدر ان انت تطبحها وتوزحها على اصحابك وحبابك ومن لازمة هذا الشهر الفضيل فتابع الفيديو معي للنهاية اهلا بكم من جديد معكم مع الربيع وزاي متعودنا في هذا الشهر الفضيل بنحاول نجيب استخدامات التكنولوجيا فيما يخص هذا الشهر وله علاقة بهذا الشهر وفيديو النهاردة عرفك ازاي تصمم امساكية شهر الرمضان المبارك باستخدام برنامج الاكسل وكمان تقدر تحولها الى ملف بي دي اف وكمان تقدر ان انت تطبحها وتوزحها على اصحابك وحبابك والميزة في امساكية اللي احنا هنصممها ان انت ممكن تضيف البلد بتاعتك او المدينة اللي حضرتك عايش فيها فتابع معي الخطوات خطوة بخطوة في البداية تفتع المتصفح الموجود عندك على الجهاز وكل ما عليك انك بتكتب امساكية شهر رمضان عشرين عربعة وعشرين وبعد كده بتكتب اسم البلد اللي حضرتك فيها او اسم المحافظة اللي انت موجود فيها انا موجود حاليا في صلالة سلطنة عمان فانا هكتب صلالة لو حضرتك موجود في مصر بتكتب مصر موجود في السعودية في المغرب في الامراض في اي دولة او في اي محافظة نضغط انتر بعدين بتضغط على اول رابط يزهر عندك وخصوصا موقع ده من اكثر المواقع اللي بيجيب لك التوقتات الصحيحة بنضغط على الرابط بيفتح معنا الامساكية الخاصة بالمحافظة او البلد اللي اخترتها زي ما انت شايف كده عندي هنا امساكية شهر رمضان في صلالة طبعا لعام 1445 هجريا و2024 ميلاديا كل اللي عليك انك هتنسخ رابط هذه الصفحة كليك يمين ونضغل نسخ بعدين هنفتح شيت اكسيل جديد او ملف اكسيل جديد وبنقف اي خلية داخل هذا الشيت وبنضغط على قائمة او توييب بيانات وبعدين بنضغط على الحصول على البيانات وبعدين نضغط على من مصادر اخرى او بالانجليزي لو اللغة عندك انجليزي بالنسبة للأكسيل بعدين نضغط from web او من الويب بيظهر معاك المربع ده زي ما حدرك شايف كل اللي عليك انك تيجي هنا وتعمل عملية لصق للرابط اللي احنا نسخناه من الويب بعدين نقول له موافق ظهر معايا طبعا زي ما انت شايف كده عمل عملية اتصال بين المتصفح بتاعي وبين الاكسيل طبعا هنا بيظهر لي مكونات الصفحة اللي انا اديته الرابط بتاعها طبعا هنه اضغط على table لان انا عايز الجدول فهيردلي هنا الجدول الموجود في هذه الصفحة كل اللي عليك هتضغط على تحميل هيبتدي في عملية لصق او ادراك الجدول داخل شيت الاكسيل زي ما حدرك شايف تم الادراك فعلا بعد كده بنيجي على عملية تنسيق هذه الامسكية لو حدرك طبعا عايز تعمل عملية تنسيق لها ولو مش عايز دي حاجة ترجع لك طبعا هنا محددلك الجدول الخاص بالامسكية وهنا انماط الجداول ممكن اغير فيها كمان زي ما حدرك شايف كده ممكن اغير النمط زي ما انا عايز بنسى جدول عادي جدا داخل شيت الاكسيل انا اختار الشكل ده وهاجي هنا اضيف مسلا ادراك اقول له ادراك اضيف صف واخلي الصف عريض شوية واعمل هنا عملية دمج للخلايا دمج متوسيط وهكتب هنا بالعربي كده امسكية شهر رمضان المبارك لعام عشرين اربعة وعشرين ميلادية الف ربعمية خمسة واربعين هجرية شرطة كده في صلالة طبعا حضرك بتكتب في المحافظة بتاعتك في القاهرة في اسكندرية في الشرقية في مصر في السعودية في الكويت حسب ما انت عايز حسب المحافظة او حسب الدولة وبالناس عادي جدا نعمل هنا التنسيق بتاعنا تنسيق عادي جدا زي ما تعودنا في الكسيل والورد طريق التنسيق عادية اغير هنا مسلا هجيب الخط اندلسي اختار الخط اندلس وقول له بولد لو مسلا عايز اعمل هنا تعبئة بحدد كده واقول له تعبئة فتدي له اللون الاحمر طبعا بالنسبة للصفوف زي ما حلاك شايف الخط صغير قوي بحدد الجدول بالكامل انا دلوقتي بعمل عملية التنسيق للجدول ادراكت الجدول في الكسيل اللي بعمل له عملية التنسيق نوسع شوية كده نكبر الخط مسلا شوية خليها اربعتاشر بولد وبالنسبة للاعمدة ايضا احدد الاعمدة كلها كده عن طريق السحر نوسع الاعمدة شوية وهنا نوسطا اليوم ورمضان وميلادي طبعا رمضان دي المقصود بها اللي هي الهجري بشيلها واكتب هجري اللي هو التاريخ الهجري نحضر الصف ده كده ونعمله عملية التوسيط يكون النص في النص ممكن نصغر بالنسبة للهجري شوية بتنسع طبعا زي ما حضرتك عايز كده الامور تمام كده انا نسعت الامسكية الخاصة بيا ولو عايز اشوف بالزبط التنسيق الصحيح او ايه اللي هيظهر في الصفحة اللي انا هطبعها بضغط على العرض وبعدين اقول له معانة فواصل الصفحات بيظهر لي طبعا الصفحة اللي عندي المفروض ان كل الامسكية من اول الاخيرة يكون داخل صفحة واحدة زي ما انت شايف كده نكبر من هنا مثلا النسبة عشان نشوف طيب انا ملاحز ان فيه كتابة باللغة الانجليزية بالنسبة للتوقيت مثلا او اليوم الهجري اعملها ازاي? احول الانجليزي الى عربي وطريقة تحويل الانجليزي الى عربي في الاكسل سهلة جدا بيحدد بعمل عملية تحديد للجدول واقف في اي مكان كده واضغط كليك يمين واقول له تنسيق خلايا واروح على المحاذاة واجه على اتجاه النص هنا اضغط كده السهم وقول له اليمين لليسار بعدين اقول له مبارف اصبح كل الكتابة باللغة العربية عندي لو انا شايف التنسيق بتاعي مصبوط لو محتاج اي تنسيق حضرتك بتعدل في تنسيقاتك زي ما انت عايز طبعا فواصل الصفحات دي بتساعدني ان انا اعرف ساعة الطباعة شكل الورقة يكون ازاي كده انا خلصت التنسيق بالكامل علشان اشوف شكل الطباعة بتاعتي قبل ما احولها الى ملف BDF بضغط على ملف وقول له طباعة واضغط هنا على تغيير حجم مخصص واختار احتواء كافة الصفوف على صفحة واحدة يعني الصفوف كلها تكون في صفحة واحدة وعندي ايضا هنا احتواء الاوراق على صفحة واحدة واحتواء كافة الاعمدة نشوف الاعمدة يعني كل الاعمدة تكون في صفحة واحدة زي ما حضرك شايف كده وطبعا كل ما بتكبر في ارتفاع الصفوف كل ما بتاخد معاك صفحة بالكامل يعني لو رجعت كده نكبر الصفوف شوية علشان تظهر في كامل الصفحة ونشوف ملف طبعا زي ما انت شايف كده اصبحت بكامل الصفحة من اول يوم حتى اخر يوم كده تمام اقول له حفظ احفظ الملف بتاعي اللي هو الاكسل في اي مكان باسم مثلا امسكيت شهر رمضان عشرين اربعة وعشرين في صبر وقل له حفظ كده انا جهزت المسكية على الاكسل هاجي بقى الخطوة اللي بعد كده وهي تخويلها الى بي دي اف علشان اقدر ان انا اطبعها بضغط ملف وقل له تصدير واختار بي دي اف وحدد المكان الخاص بالحفظ وهو طبعا نفس المكان وقول له نشر كده انا خلصتها هتشوف زي حضرتك الامسكية امامك هذه الامسكية عندي كاملة ايه اقدر ان انا اطبعها واوزها مثلا على احبابي وعلى اصحابي وبكده اكون وصلت الى نهاية حلقة النهاردة ولا اعجابتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ولو حضرتك اول مرة زهرنا في القناة يساعدنا واشرفنا انضمامك للقناة علشان يوصل لك كل جديد وكتبلي في تعليقات رأيك ايه في حلقة النهاردة